كدناتق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب أن مدريات العمل في مختلف المحافظات تشهد تزايد الإقبال من قبل أصحاب العمل والعمال الوافدين لغاية توثيق وتوفيق وقوننة أوضاعهم خلال مدة الشهر التي منحت لهم وأضف الخطيب أن وزارة العمل قررت أن يكون يوم السبت القادم دواماً رسمياً لكافة الموظفين من أجل تحفيز أصحاب العمل والعمال لمراجعة مدريات العمل خاصة الذين لا يجدون وقتاً خلال أيام الأسبوع بسبب ارتباطاتهم في العمل ولتسهيل إجراءات المراجعين داعياً العمال غير الأردنيين الموجودين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني وضرورة توفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم وفقاً للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة في وقت سابق